لو الحكاية فيها هنّا فيدو كنت أرقب مريضاً في مستشفى دار فؤاد وكنت قد بدأت أتعافى إلى أن أعلمت بوفاة الصديق المرحوم فلانك الكبير من دوحي ديسم فصدت بصدمة عادتني من جديد إلى الفراش بل إلى مرة العناية المركز المرحوم كان من صديق بمعنى الكلمة كنا نتشاغف لدرجة أنني قدمت جده البلاغات في أقسام البوليس وكان يصور علي لأنه كثيراً ما استدعى الأمن ليحملني خارج مكتب ولكن في يوم الجمعة الذي كنا نجتمع فيه أجد من دوحي الليسي موجوداً وكأن خلافات العمل لا علاقة لها بالخلافات الشخصية وهذه الميزة ليتها تحتل نخوص كل الناس لو سألني أحدكم من هو من دوحي الليسي فإني أقول كلمة واحدة أو جملة واحدة هي رجل كان يعشق نجاح لنفسه وللأخرين ولو أحصينا في كل النجالات الفنية الفنانين الكبار الذي كان للمدوح الليسي أياداً بيضاء ووضعهم على الطريق حتى صار نجوماً كباراً والرجل كان أحد البنائين لا أسكر في أي عمل بحكم ضعف الزاكرة أنني وكوكبة من رجال الدولة والفنانين وغيرهم دعينا إلى صحراء قتس أرض صحراء قاحلة في وسطها مبنى صغير وفريق صغير يعني في حب هذه القاعدة كانت النواة الأولى للصرح العظيم الآن مدينة الإنتاج الإعلامي هذه أول لبنة كانت بقطاع الإنتاج الذي يرحسه ممدوح الليسي وأشهد أن أعظم سنوات الدراما المصرية كانت في فترة رئاسة ممدوح الليسي بقطاع الإنتاج وأنا في غنى أن أتحدث عن ممدوح الليسي ككاتب سيناريو لأنه أحد الواد الذين تركوا أعمال فنية لن ينساها المشاهد ومزالت تسري وجدانا ويتعلم منها الكثير أضيف إضافة أخرى بالنسبة للممدوح الليسي كانت لديه قدرة على اتخاذ القرار في لحظتها وكان لديه حس أذكر أن أنا قبل معرفه خالص وأنا لسه في بداية الطريق خدت سنوات وقدمته لقطاع وهو اللي خدت من إيدي وقال لي سيبه معاني مش معروفه وبتالي تاني يوم مباشرة لقيد تليفون من قطاع الإنتاج تعالى قبل أستاذ مندوح الليسي وقال لي السيناريو بتاع الفيلم ده هيتصور لأسبوع الجاي المخرج موجود هور كان هذا السيناريو تجربة مقنونة كده كنت عملتها فيل سلمائي كالاسم أنا وأنت وساعات السفر عملوا الفناني الفخراني والفنانة دولي وأخراج مستاذ محمد نبي القرار في 24 ساعة الذي يستطيع أن يأخذ قرارا في أي شيء في هذه السرعة وبهذا الحس يستطيع فعلا أن ينجح في الإدارة ولا شك أن المنذوح الليسي لو لا عشقه بالنجاح في الإدارة لكان يعني إيه الإدارة أخذت المنذوح الليسي المبدع كاتب السناني رحم الله منذوح الليسي وسيظل باقي بين تلامزتي وبين أفلاله ستظل تذكرنا به وأيضا لا أعتقد أنه لا يوجد في مصر فنان سواء في مجال الموسيقى أو التمسين أو الإخراب إلا وأخذ المنذوح الليسي يدعي نسأل الله الليه الرحمة وأن يكون قدوة للأجيال فقد كان وافر الأعطاء وافر بالإخلاص وكرر إن فعلا كان من أشد الناس خفة في الظلم تأكيدا لكلام فنان الكبير الأستاذ محمد صف كان يغضب ويسوه ويرتفع صوته ولكن عندما يعد يقول أوه تكون يصدقتوني ده كلام ده منبرع بس رحم الله منذوح بس في